وفني خارق للعادة وتيحت له تقريبا ثلاثة فرص واضحة كامتر هل هذا مرتبط ثلاثة فرص ليس أكثر هل هذا مرتبط يعني اشراكه كلاعب منتصف متأخر يعني تحت شوبموتي وليس كمهاجم صريح لا هو المهم جدا مشرط وين تكون موجود المهم كيف تستغل الفرصة يعني لكن اليوم قضى أوقات كثيرة يعني تحت الهجوم كامتر صحيح لكن جدت فرص أعتقد قليلة كامتر جميل لا متشوف صلاي كم فرصة جدت صلاي مهاجم الأمام فرصة فقط صح؟ المباراة كلها هو جد تلت فرص ما لعلاقة تلعب للخلف أو للأمام ايش قد تجيك فرص ايش قد تستعوذ على كرة ايش قد تجيك فرص هل لم يخسر مجهود اليوم على مستوى البناء الهجومي زيدان فالشي طبيعي جدا هل لم يقضي أوقات كثيرة في خط المنتصف ولم يكون يعني في الثلثة الأخير لدفاع فورسبور اي لكن هو كان موجود بالثلثة الأمامية على طول موجود بالثلثة الأمامية حتى هو تمام خلف صلاي لكن موجود بالثلثة الأمامية وبالتالي أنا أقول الثلثة الأمامية يعني هو عمليه هجومية أعيد يعني بترحى السؤال ما عليش كامتر الهدف عندما تتصلها القرات هكذا في موقع يعني مستريح ولديه دور أساسي تحويل الفرص إلى أهداف مثل ما يكون صنع ألعاب يقوم بمجهود في خط الوسط السيناريو مماثل هي نقطة مهمة جدا شاهد زيدان في الآسيس يعطي لموتينج أو لزلاي مثل هذه الكورة لمسة رائعة بينية نحو زلاي ومن جديد كلاعب رواق كمتن صحيح يعني هو النقطة الأساسية يعطي للعلاقة يعني أنا ما أقول لك هو اليوم أدى مباراة جيدة جدا يعني برأيها اليوم أدى مباراة جيدة جدا لكن كانت عندها فرص يمكن أن يعمل علقة الوحدة من العدن متفق معك دكتور رأيي كذلك بالتوازي لو كان زيدان اليوم مهاجم صريح بهذه الجاهزية يعني جاهزية هو عليها اليوم بوضوح لو كان مهاجم صريح وقدمت له ثلاثة أربع كورات في نفس وضعية زلاي أو شوبو موتينج كان ممكن يسجل كبير ممكن ممكن لا طبع لأنه جدت فرصتين ليش ما سجل معدها واحدة صح ولا لا هي النقطة الأساسية يعني هاي فرصة مهمة جدا يعني أمام الهدف تصويبها جميلة جدا لكن هو أدى اليوم أنا شفت أحسن مباراة أدى كلاعب في الملعب لكن كورة القدم هي مرات المباراة 155 أذكر في تاريخ مشاركات زيزو بالدوري الألماني هي نموذجية بكل المقاييس صحيح رغم غياب الأهدف هي نموذجية بكل المقاييس صحيح صحيح بأن متعة كورة القدم للمشاهدين وللمهاجمين كذلك هي في إحراز الأهداف وهذه صورة الخيبة فعلا يعني نوع من الخيبة انتابت زيدا